اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيها كم كبير القرية دي تعتبر تحت خط الفقر بمئة مرحلة مش لقين حد يسمعنا مش لقين حد يشوفنا مش لقين حد يبص علينا 30 ألف كبير يعني العدد كبير قوي اه يعني يسألوا ويتحرشوا القرية دي عدد سكانها كام والناس اللي فيها عيشت ازاي وانا بعتت حضرتك الفيديوهات وبعتت حضرتك الصور هتشوف بنفسك وياريت السادة المسئولين يشاركوا ويتابعوا ويشوفوا اللي حاصل في البلد انا عندي في كل خطوة مشكلة تخص كل الوزرات المعنية في مصر البلد كلها البلد كلها وهنبدأ طبعا بمنجدة اساسية للسيد الرئيس ابفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد اللواء تهاب الفار رئيس الليلة عند السيد القوات المسلحة لانه هو الوحيد اللي قادر يحل مشكلته احنا ما عندناش مشكلة مع محافظ ولا مجلس مدينة ولا مجلس قروي لان المحليات دلوقتي حاليا ما عندهاش القدر اللي قد تحل المشكلة زي مع ليش امكانيات دا اللي احنا بنسمعه اللي بنقوله اللي بقوله كل مرة لحد يقولك ما عندهاش امكانيات ليه ما بيوصلوش صدكم اللي هم عندهين متخابلات للدولة ما حد سماعنا كل كله كله مسالكنات وما حد سماعنا ماينفعش كل مسؤول بيبقى مسؤول عن الوظيفة اللي هو فيها يعني في مشاكل في قرية معينة مش قادرين ما عندكوش الإمكانيات بتطلبوا إمكانيات لو بقى طلبتوا ومحدش رد عليكم آه أما اللي انتوا ما تطلبوش خالص أو ما تردوش على الناس لا برضو ما ينفعش حضرتك ده اللي حصل احنا طلبنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة انا لو احكيلك على اللي حصل في البلد هتستغرب انا شفت صور لا ده انا احكيلك بقى على اللي حصل كله في البلد يعني هنبدأ مثلا حضرتك بأبسط شيء وأبسط حقوق للناس الغلاب وهي الصحة عندنا واحدة صحية معمولة كويس جدا يعني كمابنة كمابنة جميل حل ولكن اللي فيه إمكانيات والواحدة الصحية مقفولة قديلها أربع سنين مقفولة ليه؟ متجنزرة مفيش دكتور أنا أشهد السيد دكتورة هالة زايد يعني عاملين الواحدة الصحية ومكلفينها ومكلفينها وقفلينها علشان مفيش دكتورة ديروها هالدكتور فيه دكتور متكلف ومتنع يعني هو يروح ولا مفيش أصلا هو فيه دكتور مفروض ولكن ما بيروحش بأمانة إذا راح شهر فيه طب الناس لما تعيه بقى تعمل إيه؟ بس هنا بقى لنا الكلام النهار ده عشان أوصل المدينة من القرية دي للمدينة أنا الوسيلة المسطر هي بتاعتي النيل البحر لازم أعد البحر ما عنديش طريق إلا إذا كنت أدخل من على كوري وانا مزار يعني هقطع ستين كيلو لو ما هي حالة ولادة ولا حالة مرد دايموت ستين كيلو عشان أوصل المدينة دايموت عوبل ما يوصل يا إما فيه حاجة اسمها المعدية المعدية دي فيه الفشت مركز الفشت يعني برضو هي هي ستين كيلو وعد في البحر سواء لأول نهار جالي شكاو كتير أول موضوع المعدية فما عنديش وسيلة مواصلات عشان توصلني بالمريض دي حاجة يعني مش 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 الحاجة التانية حضرتك الطرق ما عنديش طريق ممهد داخل البلد ولا خارجها مفيش نهائي أي طريق عندي في البلد مفيش لمغزة الدواب بتاع تعصر فيه أنا ما ناشي السيد كامل وزير وزير السعادة اللي هو احنا شايفين مجهوده وشايفين اللي والناس بتحبك كامل به والناس بتحبك وشايف اللي انت بتعمله احنا بنقول بس ساعدتك نظرة للقرى والقرى المجاورة أصلا العدد فيها كبير العدد فيها مش قليل على فلن أصدداليا والله أنا ببالغ ما ببالغش دقائق أنا مش عايز أقولك أكتر من 30 ألف أكتر من 30 ألف نسب أطفال بتموت ستات بتموت مرض في كل مكان لأس عشان كده أنا بقولك الناس بتموت في البلد دي يوميا عشان مرات يعني أنتوا كده عملتوا اللي عليكم وبلغتوا المسؤولين حضرتك أنا روحت عشان أقابل السيدة ريس مجلس المدينة الأستاذ محمد سعيدة وليلة تلت مرات أو أربع مرات ما عرفش أقابله بواسطة من عدوة مجلس شاعب الأستاذ السرجة المولى كلمته ثلاث مرات عشان أروح أقابله مرة في الابتماع مرة في المينيا مرة مش عارفين ما عرفتش أقابله أروحت عشان أقابله أستاذ عماد الشايب اللي هو مدير رئيس مجلس قاروي ميانة اللي هي القارية بتاعتنا تابعه للأسف عشرين يوم أنا راح له عشان ينور لي كشاف على طريق موعد دا بيربط ما بين عزبة وبين القارية الطريق دا الناس بتثبت عليه في الليل طريق كيلو مفروش مفروش ممكن تعرض قل سريقات كثير أعد عشرين يوم وأنا أتعرض لحد برحطوله البيت وجبت له قصائد وفي الآخر قال لي ما عنديش امكانيات كل اللي عمله معايا المفروض ما يبقاش فيه وصائد للكلام دا أستاذ عباد الشايب كل اللي عمله معايا ودالي تلتميت متر سلك من غير كشافة من غير لهم السلك دا هينور لوحديه ولا هيعمل ايه لأ طبع أعرضت عليه قلت له تعالى حط يدك في ايده ونعمل البلد وننزل البلد ونمه الطرق ما عنديش لودر ما عنديش علاج قلت له كل دا هنتغلب عليه هجيب لك خمسة لودر واجيب لك ثلاثين جرار زراعي بقلبات ماهد الطريق حسسوا الناس بإن فيه أمل يعني تقفت حضرتك كمان اللي انت تساعدهم دا أنا قلت تقف بمجهودة والبلد كلها وتوقف والناس جاتوا وتجمعت والناس عايزة تعمل والناس عايزة تعمل كل واحد عايزة يعمل على حاجة البلد لأن البلد خلاص بتنهار البلد أسخم من العشوائيات لا سيقضي الرئيس طبعا لما يشوف حاجة زي كده بناش سيقضي رئيس الجمهورية مش هيرضب حاجة زي كده أبدا وساعدتك قلت اللي مش قد الشغط ليقعد في البيه آه عندنا وفيش مسؤولين ما عندناش مسؤولين قد المسؤولين إحنا مفروض بنبني البلد وبنطلع مش لسه فيه كرة بالمنظر ده وناس بتموت علشان ما فيش دكتور موجود ومعدية الكلام ده في القرن الكام إحنا يعني بقولك إحنا زي العاشين في كهلية آه الناس ما الناس مش عارفة تشوف مصالح لا الصور كمان يعني الصرف الصحة حاضرت الصور ياريت نطلع نشوف الصور بعد إذنكم طب ماشي نعرض الصور أوكي آه ده صرف صحي ده صرف صحي طافع في البلد آه في كل أنحاء البلد الدود دخل البيوت الأمراض الأطفال بتمرد ده في النيل بصبر في النيل ده صرف صحي بصبر في النيل ده 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 منظر بيت ده في الجهلية ده طريق الرئيسي للبلد المدخل الرئيسي للبلد ياريت لو آه أنا عايز أعرف عمود النور ده اللي واقف ده لا فيه سلك ولا فيه لمبة وغير كده لو هتلاحظ منظر بس ولو هتلاحظ حضرتك مسنود بشوات حجرة من تحت آه العمود واقع طب شلوه العمود واقع سندين وبشوات حجرة ده داي كهراء بحد يموز ما هو مفروش كهراء بأصلا هو يوقع منظر بس منظر بس آه ده طفح الناس عايشة حواليه طفح مجاري الدود دخل البيوت الدود فضل لحد يدخل البيوت على الناس اللي بيعي ويقولوا كورونا ما ده بقى؟ المعدية دي صح؟ دي المعدية اللي هي بتلم البلد بتلم فيها اللي أقل عن 30 أو 40 عربية ده الصرف الصحي اللي طفح في البيوت الناس سابت البيوت ومشت قعدت في الغطان طبعا حنا في شيتة داخلية دي وصيلة المواصلات؟ دي وصيلة المواصلات اللي هي من المدرسة آه للعزبة اللي بقول لنا حضرك عليها على الطريق اللي أنا بقول لك هلأ كنا عزيزين كلهم على بعض كده نا انت تشوف الأسخم نا انت تشوف الأوحش دي الطلبة ده بيوت ده صاحب البيت ده قاعد في الغيط قسما بالله تساب البيت قاعد في الغيط مش لاحيط والشيتة داخلية انا في عندي عمود نور حضرتك فيه 40 او 50 سلك ده صابت المصرف بيصب في النيل المصرف تلوص تلوص فين فين فضلت البيئة؟ فين الوقت المحلية؟ ايه ده؟ دور راحين المدرسة بنات راح المدرسة في المدينة عشان تطلع ساعة ستة الصبح وترجع بيتها ساعة خمسة المغرب عشان تروح السلوية ولا تروح بالمنظر ده في طلاب لسه بيركبوا حاجات بالمنظر ده الفضل ده الطريق الرئيسي بتاع المعدية اهو ده الوحيد عربية عطلت فيه شوف اللي حصل ايه بدينا كله وحيد طبعا كل ده موصق عندي بالفيديو والصور دي يعني حياة غير كريمة من مر ملاش نصير الرئيسي بموري فين حياة كريمة؟ فين صندوق مصر؟ تحية مصر؟ فين جمعية الأرمان؟ دي بقى المعدية دي الكارسة دي الكارسة هكامل بيها وزير اه دي مفيش غير هي المعدية الوحيدة اللي بتربط ما بيني بقى حية بس لما اخذ المواشي مع البناءات بيه بتشيل ميتين نفر وميت نفر بحميرهم عشان يعد يروح أرضه أنا ما عندناش أرض ما عندناش نصير زرعية دي يوميا على كده دي حاطتك يوميا على كده رايحة جاي يوميا مرتين تلاتة لو يكبر الكادر شوية هتشوفي التفحص من المجاري والصحة الصف الصحة يعني مجاري ومفيش مواصلات الهوام التعبين في الشوارع ومفيش صحة التعبين في الشوارع اهي انا شفت الصورة بتاعت التعبين التعبين ماشي كده عادي في الشارع بيتماشي غير الدود اللي بيدخل البيوت دي كانت محميلة طلبة وديها طلبة العزبة وراجعة عشان الطريق مش ممهد اه 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 ادي مصيرة لو كان فيها أطفال وفيها عيال كانين اللي حصل لا حولي كل طلب الله صد الرئيس والصنة حاجة صعبة اه كامل بيها وزير ده المدخل برضو مدخل من ضمن المداخل في البلد اه لا ده احنا بالناشد كل المسؤولين في الدولة يسمعونها يشوفوا الحاجات دي اه يعني يعني حتى لو ما فيش امكانيات بالنسبة لا فيه لا فيه فيه امكانيات الجيش فيه ممكنات لو الجيش انا بناشد الجيش انا بناشد الجيش انا بتكلم على الحضرية قرحت له مقلوم ما عنده همش ده ما عنده همش صفحة جزء عشان يطلع لودر مع العلم كان رايح في الازالات يهد بيت لسيدة ارمالة ابنها عمل لها قطين بعت لها في اسم الاردن يطلع لها عشرين لودر عشرين لودر عشان يهد لودر ما قلوه تروا الحاجة يوم ما ليه بقى عايش الناس على امل هو لازم قرارات من فوق علشان الدنيا تمشي يا سيادة الرئيس عايش الناس على امل شوي بصولوا الناس دي على ما ناشدك انت ورئيس المجلس الوزراء والسيد كامل الوزير ويهي واقعها بالفعل هو اللاجح للمشكلة لان مؤدات الجيش تابعة عني اللي هم بيعملوا الصوبات ويصلاحوا في الصحرة فوقينا تمام بحوالي اتنين ثلاثة كيل دا لو نزللي خمسة لولر وخمسة أقلاب زي معدت برليف في ست ساعات هتتعدل حالة البلد دي في ست ساعات ما عنديش سلك كيل ما عنديش عمود نور شرجال في البلد ما عنديش محول مع العالم في عزب جنبينا ما عليشش بالمحاسبية والوسائط هرحلها محاولات ستين كيلو وطول انا عايش على محاول من ثلاثين سنة متركب حالة الحالة فعلا صعبة جدا واحنا بناشد السيد الرئيس وطبعا مش هيجبه الوضع دا طيب نشوف الفيديو الناس اللي بتتكلم طيب ماشي ماشي طيب هنروح حضرت البال الفيديو لسه بس قدامه شوية هي المشكلة كلها حد بس من المسؤولين يبص للقرية دي شكرا مجرد اللي هي البصة هيعرفوا كل السلبيات اللي فيها والناس بتعاني قد ايه سواء بقى صحة او كهرباء او مواصلات او صرف صحي لا كتير يعني هي عايزة شغل جامد قوي او يعني هي عايزة شغل جامد قوي في ال وحنا طبعا ان شاء الله مستبشرين خير مستبشرين خير بالمناشدة دي من ناس فعلا تعبانة بتعاني بتعاني مش عشان هما في قرية بعيدة عن الانظار لا طبعا كل المصريين واحد ما انا عشان كده بناشد السيد اللي هو اهاب الفار اه ريس العيلان بسعية انا بتعشم في خير وعارف موش هيأثر معانا والسادة ريس الجمهورية مش هيرضيه والسادة المسئولين هو حد منهم يرضى على نفسه ولا على بيته ولا على عبيبنه ولا بنته لا طبعا يعيش بالمنظر ده يا ريت لو الكابر هتجيبلك الريحة بتاع المكان الناس الاطفال بتموت والله الاطفال بتموت وعندهم عالصدر وما فيش حد يساعل فيه تعالوا روح للمدرسة مدرسة انا عندي المدرسة فيها عندي مدرستين اعدادي وابتدائي امين الابتدائي فيها 1600 طارب امين والاعدادي فيها 700 طارب عدد المدرسين في الابتداء 43 مدرس وعدد الاعداد 27 مدرس امين حضرتك ما بيروحش البلد دي غيط من 12 ل13 مدرس يوميا على المدرس دين ليه؟ 12-13 مدرس لانه بيتزل من المدينة يركب اللنش الساعة 8 صباحا عشان يوصله للقرية في النيل بياخد ساعة وصل 9 لابن ما وصل المدرسة بقى 9 ونص هو مرتبط بالعودة اللنش بيطلع من البلد الساعة 12 اضعه يبقى المدرس بيروح الساعة 9 ونص 12 يبقى في اللنش عشان يرجع عشان يرجع يرجع هذا حال المدرسة لس من الزنب المدرس يعني مدرس مفيش موشته وصلت موصلات مفيش عندنا دورات مية في المدرسة مفيش مفيش عندنا كارثة في المدارس انا عندي صورة حضرت المنزلة البوكس بتاع الكهرباء في الصور بتاع المدرسة وسلوكه اريانا وتحديد رمبط مية طب ازاي بقى منتظرين ايه تاني ازاي بقى منتظرين ايه ازاي المياه الشرب انا عندي معايا مذكرة ايه من ادارة المية قطر خيرها مشكورة ايه الجهة الوحيدة اللي اشتغلت وسمعت عملت موايستين 2019 و2020 بتناشد المحافظة واتناشد المجلس المدينة ان الشبكة المية في قرية زوت الجدامي متهالكة عالاخر مفهاش نفس انا عندنا محطة المية محطة ضخمة وكبيرة وناس بتعمل بضمير بامانة والله وبيعمل على المخضر بالامكان مفيش لمحابس موسين متهالكة لما بتضرب مصورة في الارض من الادامة تيلها 30 سنة بيتغرع الدنيا على اللي فيها يعني حتى متليش شلع وانه يمشي فيه هو اصلا مفيش يقول هادي يمشي فيه مفيش ما فيش محطة نصور مفيش من بتاع تنمية المتابعة بيناجده سنتين بيناجده يقولوا عايزين نعمل موقايسة عايزين محابس وعايزين مواصير وعايزين حاجات للبلد عايزين يشتغل ولا حد ست عايزين يشتغل قواصية المحافظة موضة واستلموا في المحافظة استلموا الاصل في المحافظة الاستاذة فاطمة محمد استلم بتاريخة 24-6-2019 استلموا استلموا ولا حد سأل ولا حد ولا حد يستلموا عندي كمان حضرتك التضامن والمعشات انا عندي حوالي بتاع 3000 فوق 70 سنة يعني ياخدوا معايش الناس الناس أميين لا بيقرب ولا بيكتبوا وناس تعبانة عايشة بالكاد طيب ده عشان يتحط في تروسيكت عنده 70-80 سنة يتحط في تروسيكت عشان يروح المدينة عشان يصرف معايشه يروح يتمرمط 24 ساعة يوم على مال ما بيوصل بيموت على مال ما برجع يموت انا عندي كل خطوة في البلد بموت اللي مش هتموت متكهرب هيموت غريق هيموت من المرض هيموت من التعابين اللي انت شفتها حاطتك في الشوارع مفيش محد الساعة طلبنا ان احنا نعمل مكان تصرف آلي تتحطيناك في البلد عشان تساعد الناس الكبيرة دي ولا حد ساعد عندي مركز الشباب مفيش ده حتة شوية بلوكة عاملينه ده طبعا طالما بالمنظر ده القريعة شوية بلوكة عاملينه عرضتين حديد عاملينهم تفين الطاقة بتاع الشباب عزين نفر مفيش البلد بقت بقرة لكل ما هو خطر عالمجتب لا الموضوع فعلا كبير واحنا بالناشد المسؤولين يا ريت حد ينزل القرية ويشوف متطلبات الناس انا بشكر حضرتك جدا للوقت جير لنا وان شاء الله خير وهنتابع ان شاء الله موضوع ده في الحلقات القادمة او عايزين مكتب بريد يا أستاذ دالي يا سيادة الوزير كامل الوزير عايزين مكتب بريد انا عندي الأرض اتبرع بي موجود الأرض عندي الأرض اللي هي في البركة اللي هي عاملة نازز وعملة أرص قلت تعال وانو اتبرع بين انا والدي متبرع محطط المئ والدي متبرع اللي ارحمه بالطريق متع المشروع متع المئ وعندي استعداد انا واخواتي هنتبرع بقاطعة الأرض دي للدولة عمولها مكتب ريت للناس مش بتأخرين اللي هم ما عايزينه مننا احنا نمر بس يبصوننا ويبصوننا نظرة نظرة عطفة دي إن شاء الله هنتابع إن شاء الله الموضوع ده ونطلع فاصل بقى ونتابع بإيه فقراتنا